مجلس بلد الشمالية مستفيد حول مستوى النظافة في حدائق ومماشي شمالية بين أعضاء المجلس والجهز التنفيذي خلال الجلسة الاعتيادية السادسة لمجلس بلدية شمالية حيث استعرض قسم البحوث والتطوير التعاون المشترك بين المجلس البلدية الشمالي والجامعة الملكية للبنات للاستفادة من خبرات طلب في مجال البحوث والتطوير لتصميم أرض فضاء في الشمالية كنموذج ممشى اليوم قاعد نتكلم عن حجم التعاون اللي قاعد يصير بين المجلس البلدي الشمالي وأيضا مع مختلف الجامعات في مملكة البحرين وقسم دراسات والبحوث طبعا في المجلس اليوم من خلال استغلاله لهذا التعاون بينه وبين الجامعات اليوم قاعد نستغل في المجالس البلدية أن تصميم الأراضي الفضاء اللي في مملكة البحرين مختلف المناطق في المحافظة الشمالية بشكل خاص الاستغلالها لاستفادة من الخبرات الموجودة في الجامعات البحرينية بالإضافة إلى الخبرات الشبابية الواعدة خاصة في مجال هندسة يعني اليوم الشباب البحريني عنده طاقات كبيرة وإحنا كمجس بلدي نستغل هذه الطاقات ونستغل إمكانيات هؤلاء الشباب لتصميم وتصاميم هندسية خاصة للمماشي واليوم سنرى إحدى التجارب من خلال تصميم أرض فضاء في منطقة شهركان وإن شاء الله يكون ممشى طبعا بالجهود الشبابية كما رفع المجلس توصية إلى سعادة وزير الأشغال وشؤون البلدية وتخطيط العمراني بخصوص مقترح مواقف متعددة الأدوار للقوارب السريعة من رئيس المجلس محمد خليفة بحمود لحل مشكلة استخدامات المواقف في وسط الأحياء جراء ركن الطراريدي أمام المنازل اليوم رفعنا توصية إلى سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بخصوص مواقف متعددة الطوابق للقوارب طبعا نعاني مشاكل عدم وجود مواقف يمكن لكثير من الطراريدي لكن اليوم هذا المقترح رح يفك علينا يمكن أزمة كبيرة بوجود الكثير من الطراريدي الموجودة الآن داخل الأحياء السكنية المقترح رح يكون على مساحة بسيطة في أي مرفع من مرافع البحرين ما رح ياخذ مساحات كبيرة نتمنى طبعا هذا المقترح أن يأخذ بعين الاعتبار رح نتوجه إلى المستثمرين لإنشاء مثل هذه المواقف اللي رح يخدم اللي يمكن النشاط البحري في مملكات البحرين المجلس بحث أيضا أبرز السبل التي سيتم من خلالها وضع خطة أو حملة استراتيجية على مستوى المملكة للحد من ظاهرة سوء استخدام بعض المواطنين للحدائق والمتنزهات بما يتناسب مع المخالفات التي يرتكبها مرتد الحدائق والمماشي اشتركوا في القناة